السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة عالم العشاب الطبية تحية الله عليكم أجمعين أسأل الله أن يسعدنا ويسعدكم وأن يغفر لنا ولكم جلو أمين كل عام وأنتم بخير كل عام والأمة الإسلامية بخير كل عام وكل متابعين بخير قبل أن نبدأ في موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكسرة الصلاة ينشرح الصدر ونؤجر ونكسب حسنات موضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عن السواد تحت العينين يبقى موضوع حلقتنا اليوم السواد تحت العينين سبق وإن وضعنا وصفات للسواد تحت العينين وإليكم اليوم بإذن الله وصفات أخرى طيب نبدأ ونقول بسم الله ما هي تعريف الحالة اللي هي السواد تحت العينين أولا هذه الحالة تعتبر من المشكلات النفسية والجمالية التي تؤرق الكثير من الناس فعند نقص الأكسجين في الدم يصبح لون الدم غامج وبالتالي يظهر لون الدم من تحت طبقة الجلد الرقيقة تحت العينين فتظهر الحالة أو الهالة السوداء بمعنى أن الدم بيكون محمل بثاني أكسيد الكربون ولذلك يجب الإكسار من الأطعمة الغنية بفايتامين جين مثل الحمضيات التي تعيد الأكسجين للدم رقم اثنين فيصبح طبعا الدم فاتح اللون وتزيل الهالات السوداء تحت العينين وهناك أسباب أخرى لوجود هذا السواد زي إيه الأسباب الإجهاد التعب الوراثة الضغوط العصبية والنفسية والخمول والتدخين وشرب الخمور طيب ما هي الأعراض السواد تحت العين إحنا وجدنا الأسباب طب ما هي الأعراض إحنا عرفنا الهالات السوداء تمام الأعراض وجود بقع غامقة غامقة اللون أو السوداء أسفل العينين إحنا وجدنا التعريف وجدنا الأعراض طب ندخل في الأسباب الإجهاد قلة النوم الصهر أسباب وراثية والتقدم في السن الحساسية التعرض للشمس الضغط العصبي والنفسي الخمول قلة الحركة وقلة الأكسجين في الدم التدخين والخمور الدورة الشهرية أو الحمر الأنيميا طب إحنا وجدنا الأسباب طيب الوقاية والعلاج أولا التغذية الإكثار من أكل الخضار والفواكه الطازجة الغنية بالفيتامينات وتجنب المقليات والمسبكات رقم اثنين السوائل شرب كمية كبيرة من الماء وعصير الفاكهة الطازجة رقم ثلاثة التجنب من أشعة الشمس لفترات طويلة رقم أربعة الإقلاع عن التدخين والامتناء عن شرب المسكرات والكوهليات رقم خمسة المدومة على النوم مبكرا لانتعاش ونضارة البشرة رقم ستة ممارسة الرياضة وخاصة المش ينشط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي يزيد اللون الفاتح وكذلك الجلد طيب الخلطة بسيطة كده خيارة ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من زيت اللوز الحلو وماء وملعقة من ماء الورد وملعقة من النعناع الأخضر المفروم والخيارة تكون برضو مفرومة يخلط عصير الخيارة يعني تجيب خيارة واحدة يخلط عصير خيارة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير النعناع ثم يدهن به منطقة السواد ويضطرق على الوجه المدة ساعة وتقرر العملية يوم بعد يوم حتى يزيل السواد رقم اتنين زيت الصنوبر يدهن السواد تحت العينين بزيت الصنوبر يوميا رقم ثلاثة يخلط مطحون أو نصف ملعقة من الكركم مع الفجلين ويضعن به مكان السواد تحت العينين صباحا ومساءا في خلطة اخرى اللي هي البطاطا والخيار والجزر توضع في مكان السواد تحت العينين شريحة من البطاطا أو الخيار أو الجزر لمدة نصف ساعة أو تخلط البطاطا أو الخيار أو الجزر في الخلاط ويوضع المخلوط في قطعة قماش في مكان السواد تحت العينين لربع ساعة ثم يخسل الوجه في وصفة أخرى اللي هي الشاي يبلل كسين من الشاي ويوضعان على السواد تحت العينين لمدة نصف ساعة بس طبعا يفضل الشاي يكون في التلاجة في الفريزر وصفة أخرى يخلط مقادير متساوية من العسل والزبادي وزيت اللوز فيصبح مرهم يدهن به مكان البقع السوداء ويبقى لمدة 15 دقيقة ثم يغسل تمام طبعا وإيه تاني وصفة أخرى الخميرة والنشا يخلط مقادير متساوية من خميرة الخبز والنشا وخليط زيت الزيتون وزيت السمسم والعسل ويدهن به تحت العيون على السواد لمدة لصف ساعة وثلاث مرات في الأسبوع هذه الوصفة لمدة 20 يوم أسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا ودي كان موضوع حلقتنا اليوم عن السواد تحت العين وأتمنى من الجميع أن لا ينساني من دعاءكم في ظهر الغيب وهذه وصفات مهمة جدا والإنسان لازم يهتم بصحته لأن معنى أن واحد يشوف الإنسان قدامه ودائما فيه سواد تحت العين أحيانا يدخل الإنسان في متاهات أخرى ويقول إن الشخص ده غير صالح مثلا يشرب المسكرات وي وي والأمور دي طبعا الامتناء يريد إنهم مبكرا تحياتي لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله والاشتراك في قناة وتفعيل